حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي القوات الروسية من أنها ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف كما أشار زيلنسكي لأنه تم تأمين مختلف الممرات الإنسانية في جميع المناطق وقال الرئيس الأوكراني أن بعض البلدات الصغيرة لم يعد لها وجود في الأسبوع الثالث من الهدمات الروسية التي تعد الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية كما اتهمت أوكراني القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب العاصمة كييف قصفت القوات الروسية قاعدة جوية في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا والتي كانت بعيدة نسبيا عن النزاع حتى الآن على ما أفادت به السلطات المحلية وقالت الإدارة المحلية في الفيف في بيان إن القوات الروسية شنت ضربة جوية على المركز الدولي لحظر السلام والأمن مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن القوات الروسية أطلقت ثمانية صواريخ قتل تسعة أشخاص في ضربات روسية على مدينة ميكولاييف الساحلية جنوب أوكرانيا وفق ما أفاد به حاكم المنطقة وتتعرض مدينة ميكولاييف لقصف مكثف منذ عدة أيام وطلت الضربات مناطق سكنية ما أدى لتحويل المدينة لشبه مهجورة وأغلقت جميع المحالة التجارية وفر آلاف المدنيين منها إلى الغرب باتجاه مدينة أوديسا قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف إن مدربين عسكريين أجانب يعملون في منشأة يافوريف العسكرية قرب الحدود البولندية التي تعرضت لضربة جوية روسية اليوم وأوضح وزير الدفاع الأوكراني أن روسيا استهدفت المركز الدولي لحفظ السلام والأمن بالقرب من الفيف والذي يعمل به عسكريون أجانب هذا ولم يكشف الوزير الأوكراني عن سقوط ضحايا من المدنيين الأجانب أعلن الجيش الروسي تدمير 3687 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية حتى الآن وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أن الأهداف المدمرة تجتمل على 99 طائرة فضلا عن 128 طائرة مسيرة و194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى إضافة إلى مئات الراجمات وقطع المدفعية والمركبات العسكرية الخاصة قال الرئيس البولندي أندري دودا إن احتمالية استخدام روسيا لسلاح كيميائي في أوكرانيا قائمة لكونها ستغير من المشهد وضع الرئيس البولندي حلف شمال الأطلنطي للإستعداد والتفكير بجدية في كيفية الرد وإمكانية التدخل بطريقة مباشرة في الأزمة الأوكرانية حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانسي سولتنبيرغ من استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في هجومها على أوكرانيا على صعيد متصل أشار سولنبيرغ إلى أن حلف النيتو وشركائه يستعدون غدا الاثنين لبدء تدريبات دفاعية كبيرة في النرويج لاختبار قدراتهم على مساعدة الدول الشريكة ولجعل الجيوش الغربية أكثر صلابة في القتال برا وبحرا وجوة هذا ويشارك في المنورات نحو 30 ألف عسكري ومئتي طائرة ونحو 50 بارجة من 27 دولة قالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في شرق البلاد أثناء تقدمها من اتجاه خاركييف في الشمال وماريبول في الجنوب وأضافت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية التي تتقدم من شبه جزيرة القرم تحاول الاتفاف على ميكولاييف وأودسا اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف مع تطور العمليات العسكرية في أوكرانيا ففي وقت أكدت مصادر حكومية أوكرانية أن القوات الروسية تواصل تمركزها على مداخل العاصمة كييف كما أطبقت حصارها على مدينة ماريبول ألقت موسكو باللائمة على كييف واتهمتها بزرع ألغام في المناطق السكنية وتدمير البنية التحتية بما أعاق مسارات الممرات الأمنة والمساعدات حصار المدن الأوكرانية ألقى بظلال قاتم على خطة الدعم الإنساني حيث عرقلت قوافل المساعدات إلى حد كبير وأكدت منظمات إنسانية أن الوضع في ماريبول صار مأساويا مع افتقار السكان للطعام إضافة إلى الحرمان من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات وإلى الجنوب الأوكرانية حيث لا تزال مدينة أودسا تستعد لهجوم القوات الروسية التي تركز هجومها حاليا على بعد نحو مائة كيلومتر إلى الشرق في مدينة ميكولايف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي صرح بأن نحو 1300 من جنوده قتلوا في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الهجوم ومن جهتها أعلنت روسيا مطلع الشهر الجاري أن 498 من جنودها قتلوا هذا وقد ارتفع قتل المدنيين إلى نحو 600 بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة على الصعيد الدبلوماسي تتواصل الاجتماعات الأممية هذا الأسبوع في محاولة للوصول لحل للأزمة الأوكرانية اشتركوا في القناة أكد منصق الأمم المتحدة الخاصة بالأزمة الأوكرانية أمين عوض أن المنظمة الدولية تسعى إلى التوصل لاتفاق مع طرفي الصراع لفتح ممرات إنسانية لتسكيل المساعدات الضرورية للمحتدين في أوكرانيا وقال المسؤول الأممي أن أكثر الاحتياجات الإنسانية الحاحة توجد في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا والتي ستكون واحدة من أصعب مناطق وصول قوافل المساعدات وكانت السلطات في ماريوبول قد أكدت في وقت سابق أن المدينة لا يوجد بها دواء أو تدفئة أو نظام مياه أعلنت الحكومة البريطانية أن البريطانيين الذين سيفتحون منازلهم أمام اللاجئين الأوكرانيين سيحصلون على مبلغ قدره 350 جنيه استرلينيا شهريا وذكرت صحيفة اندباندنت البريطانية أن خطة منازل من أجل أوكرانيا التي سيتم طرحها هذا الأسبوع للأفراد والجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية والشركات ستسمح بإحضار الأشخاص الفرين من الحرب إلى بر الأمان حتى لو لم تكن لهم صلاة بالمملكة المتحدة يأتي ذلك في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة البريطانية انتقادات بشأن سرعة وحجم جهودها لجلب الأوكرانيين الفرين إلى المملكة المتحدة دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا وحث بابا الفاتيكان على أن يكون هناك تركيز حقيقي وحاسم على المفاوضات وعلى أن تكون الممرات الإنسانية آمنة وفعالة قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن العقوبات جمدت نحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية وقال سيلوانوف أن الغرب يمارس ضغوطا على الصين للحد من تدارتها مع روسيا ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها بليوان الصيني وأضف وزير المالية الروسي أن بلاده ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تدنيد احتياطيات الدولة خفضت وكالة فيتش للتصنيف الاتماني تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية مشيرة إلى أن هذه الشركات قد تتخلف عن سداد ديونها وكانت وكالة مودز قد خفضت من تصنيف جاز برام ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا امتدت إلى التجارة والاقتصاد خاصة مع فرض مزيد من العقوبات على موسكو وكالة فيتش للتصنيف الاتمانية خفضت تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية وقدرت أن التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملا كما خفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غاز برام وشركة النفط لوك أويل وشركات للتعدين معتبرة أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول المعادية يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة وتعد الخطوة الروسية جزءا من حزمة إجراءات اتخذت الحكومة والبنك المركزي لمحاولة الحد من هبوط الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ يناير الماضي وفي مطلع مارس أدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا طويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل أن تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر مقدرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية وشيك وكلما انخفضت تصنيف الاعتمالية تراجعت ثقة المقرضين في الدولة وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة